اهلا بكم مفتاة مطبخ انا عرض اهوريكم ازاي تشغلوا المكنة دي لان كتير من انا جايبها وركنها بيستعملهاش مع انها تحفة جدا في عميل بتفور باسكوت باي شكل يعجبك دي الوشوش بتاعة المكنة انا بفضل يعني تقريبا اربع وشوش خمسة هما اللي بيطلعوا مزبوطين قوي يعني هما الاربع دول البقيين ان فيهم تشكلات كتيرة فبتغلب على قبل ما اتطلع لك كزا شكل متساوي يعني هنا بقى المكنة اللي بنشد المصمار دا اللي هو الطويل دا الفوق عشان ندخل نحط العجين اهم حاجة وانتي بتشتغلي ان يكون الحتة المشرشرة دي على عدلة الايد اللي انا بدوس عليها دي عشان كل ما تدوسي كده الخط دا بينزل معاكي بشكل واحد لكن لو لفل المصمار الناحية التاني مش هتشتغل معاكي الحتة المسلسة اللي تحت دي مقاسات للباسكوت يعني لو حركتيها هتصغر لك الباسكوتة حركتيها هتا 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 مش هتصغرها او تكبرها بتخليها في الصمك بتاعها يعني تخينة او رفيع هنا بقى هتفك الوش وتسحب المصمار زي ما قلتلك تحط العجينة هنا في الوش بتاع المكنة عندك في الشكل دا بقى فيه تجويف عالي وتجويف الجوة يعني فانا بحط التجويف العالي من ناحية برة كده لو كانت باينة قوي يعني في في الكاميرا لان انا شفت واحدة كانت عاما تقول ما كانت بايزة ومش هتشتغل انا هرميها فبقى شوف لقيتها هي بمركبة الوشها غلط لازم الوش يكون عالي مع ارتفاع الوش بتاع المكنة نفسه هنا مس المفروض ان انا بحطت العجينة وشدة طبعا المصمار زي ما قلتلك ان احين مش هرشر من هنا فبدوس كده بينزل معايا الشكل انا برضو عملت في الفيديو بتاع البيتفور طريقة استعمالها برضو للي مش فاهم قوي يعني بس دي طرقتها سهلة جدا وحلوة جدا وبسيطة خالص يعني احلم القمع مية مرة في ناس بستعمل القمع يتقول ده اسهل لا بجد المكنة دي اسهل واريح وهتعمل بها اشكال كتير جدا فاللي عنده المكنة دي عنده كنز يحافظ عليه وان شاء الله يا رب يكون افدتكم في الفيديو ده وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة